اشتركوا في القناة وزير الخارجية السعودية يقول للعربية ان الازمة في لبنان ناتجة عن الهيمنة الايرانية توقيع عقد جديد لتطوير طائرة دون طيار بين هيئة وشركة الصناعات العسكرية في السعودية ايضا في الرابعة شركة رامكو تكشف للعربية عن الوصول لطاقة الانتاج القصوى عند 13 مليون برميل يوميا في 2027 ومنطقة البوليفار تبدأ غدا استقبال زوار موسم الرياض بمساحة تعادل ثلاثة اضعاف الموسم الاول عبر العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة لما اتخذته البحرين من اجراءات تضامنية مع السعودي وخلال الاتصال اكد الملك سلمان ان اجراءات البحرين تجسد تضامن بين البلدين وتعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كذلك اجر الملك سلمان اتصالا بامير الكويت الشيخ نواف الاحمد عبر فيه عن تقديره لاجراءات الكويت التي تجسد تضامن دول مجلس التعاون الخليجي في مقابلة خاصة لقناة العربية قال وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان ان هيمنة ميليشيا حزب الله تجعل التعاون مع لبنان غير مجدي تصريحات الوزير السعودي جاءت عقب بيانات خليجية متتالية صدرت على خلفية تصريحات لوزير الاعلام اللبناني في حكومة نجيب ميقاتي الاشكالية في لبنان هي استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي واستمرار عدم قدرة الحكومات والمسؤولين السياسيين والقيادات السياسية في لبنان لسلوك طريق يخرج لبنان من هذه الأزمة ومن هذا النفق الحقيقة لبنان يستحق الكثير وهو قادر على تحقيق الكثير لو التفت قادته لمصلحة لبنان بدل مصالح الشخصية أو مصالح دول أخرى مثل ما هو في تمكين حزب الله من جميع مفاصل الدولة وخلال مقابلته مع العربية قال الأمير فيصل بن فرحان إنه لا أزمة مع لبنان بل إن الأزمة في لبنان بسبب هيمنة إيران هناك ليس أزمة بيننا وبين لبنان بحد ما هناك أزمة في لبنان بهيمنة وكلاء إيران على المشهد وهذا هو ما يقلقنا وهذا هو ما يجعل التعامل مع لبنان ليس بجدوى للمملكة ولا أعتقد لدول خليج والمهم الآن أن يستفيق القادة في لبنان وأن يبحثوا عن مخرج يرجع لبنان إلى مكانتها في العالم العربي وهذا متاح وهم قادرين إن شاء الله معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي سيد منيف أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة كان هناك مواقف خليجية مختلفة من لبنان ولكن لماذا الموقف أكثر وحدة هذه المرة حياك الله سيد محمد أعتقد أن قمة العلالي عقدت في خمسة يناير هذا العام وهي التأسيس الثاني لدول مجلس التعاون أحدثت وحدة أكبر لدول مجلس التعاون وأصبح المسار أكثر وضوحا وبالتالي هذا التضامن لأنه أصبح يمس ليس فقط الأمن الوطني السعودي هو أيضا يمس الأمن القومي الخليجي فبالتالي نحن نرى مرحلة جديدة بعد مضي 40 عام من مجلس التعاون توحد الرؤى وثبات المواقف والتضامنية أصبحت مجسدة على أرض الواقع وليس فقط شعار يرفع فقط أشير للخبر العاجل الذي نشاهد الآن على شاشة العربية بأن الميزانية السعودية شكلت في هذا الربع فائضا بـ 6.7 مليار ريال نعود برة أخرى سيد مريف إلى موضوعنا ولكن ما هدفكم في الرياض خصوصا ما الذي تريدونه في الخليج؟ هل تريدون إسقاط الحكومة اللبنانية التي قضى لبنان أشهرا طويلة من أجل تشكيلها؟ أم ماذا؟ معروف عن نحط المملكة العربية السعودية منذ توحدها منذ عام 1938 أنها لا تدخل بالشؤون الداخلية للدول وأنها تحترم سيادة الدول وهي تلتزم بمثاق الأمم المتحدة وممادي واستفالي الموجودة في العلاقات الدولية ولكن ما هي السردية الحقيقية؟ لماذا الرياضة اتخذت هذا الموقف؟ حزب الله سيطر على الدولة اللبنانية ومفاصل الدولة اللبنانية من 2005 وأصبح لديه ظهير سياسي من الموارنة ومن الدروز ومن الأرثودوكس ومن السنة الذي حدث أن هذا الحزب المسيطر على المشهد اللبناني أصبح يمس بالأمن الوطني السعودي والأمن القومي الخليجي قام بتهريب المخدرات بشكل متواصل ونذكر موقف المملكة في أبريل 2021 عندما أوقفت الصادرات وطلبت من الحكومة اللبنانية اتخذ الإجراءات ولا امتتخذ إجراءات الأمر الثاني نشر خلايا تجسس في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين وفي الكويت الأمر الثالث القيام بأعمال إرهابية سواء في السعودية أو في الكويت أو في البحرين الأمر الرابع تسليح وتدريب وإرسال الخبراء لميليشيا الحوثي الأمر الخامس استمرار منهج حزب الله في المساس بالأمن الوطني السعودي والأمن القومي الخليجي هذه محمد الأسباب الخمسة التي جعلت السعودية تطيل الصبر مع الحكومات اللبنانية المتعاقبة لعل وعسى ولكن أدركت الرياض جيدا أن يتغير حكومة في ظل وجود حزب الله ومسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية سيعود نفس المساس لذلك وجدت أن يجب إيقاف هذا المسلسل الطويل من المساس بالأمن الوطني السعودي والأمن القومي الخليجي لذلك اتخذت الرياض هذه الخطوة ولعل خطوة أبريل كانت إشارة واضحة للحكومة اللبنانية ولكن للأسف لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة مرتهنة لحزب الله المرتهن والذي قال حسن نصر الله أن سلاحنا وتمويلنا يأتي من طهران طيب هذا يقود إلى الخبر التالي في نشرة الرابعة وزير الخارجية سعود الأمير فيصل من فرحان كشف للعربية عن طبيعة المحادثات مع إيران وقال إنها لا تزال استكشافية ولم تصل إلى نتائج جوهرية بعدها المحادثات لا زالت استكشافية ولم تصل إلى نتائج جوهرية يمكن أن نقول أنها حققت نجاح لكنها أعطت ما يكفي للاستمرار ونعتقد أنه قد يكون هناك جولة أخرى نحن في المملكة العربية السعودية وكما قال سمو ولي العهد حريصون على أن نجد طريقا إلى علاقة طبيعية وإيجابية مع جارتنا إيران لكن هذا يتطلب أيضا تجاوب إيران مع معالجة التحديات والمشاكل في المنطقة ومصادر عدم الاستقرار والتعامل مع ذلك بإيجابية إذا كانت جاهزة فنحن جاهزون وزير الخارجية السعودية لبير فيصل بن فرحان خلال مقابلته مع العربية جدد التأكيد على أن السعودية ملتزمة بمبادراتها لوقف إطلاق النار في اليمن للوصول إلى حل سياسي المملكة ملتزمة بمنطرحاته نريد الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل فورا ومن ثم الانتقال إلى حوار سياسي للأسف لا يزال الحوثيون يعولون على الحل العسكري لا زال الحوثيون يبدون أو يقدمون مصالحهم الضيقة ومصالح أطراف إقليمية على مصلحة اليمن وبذلك يصرون على مهاجمة المملكة ويصرون على مهاجمة مأرب وأماكن أخرى ممتلئة بالمدنيين مأرب فيها ما يقارب مليونان مدني يمني معرضون للخطر يطلق عليهم الصواريخ الباليستية بشكل مستمر هذا كله يدل على أن الحوثيون لا يعرون أي اعتبار لا لمصلحة اليمن أو للقانون الدولي وهذا ما نتج عنه بيان المجلس الأمن الذي أدانهم إدانة واضحة بالذات فيما يتعلق بمهاجمة الأعيان المدنية في الملكة العربية السعودية آخرها مطاري أبهى وجازان نحن مصرون على أن وقف إطلاق النار هو الحل الحوثيون مطالبون بالتجاوب مع هذا نعود إلى الحوار مع سيد منيف الحارب سيد منيف هناك خلاف مع إيران يتمثل هذا الخلاف من خلال النفوذ الإيراني الذي يطبقه حزب الله في لبنان ولكن هذا النزاع وفي المقابل هناك جولة استكشافية مباحثات ما مفاوطات ما مع إيران قد يتساءل البعض لماذا هذا التناقض؟ ليس التناقض استاذ محمد هو الرياض من البداية من الثورة الإيرانية طالبت بحسن الجوار وعدم التدخل وفتحة الأبواب لطهران سواء في حقبة رفسنجاني أو خاتمي أو محمود أحمد نجاد أو في الحقبة الأولى لروحاني ما حدث أنه تم قطع العلاقات في 3 يناير 2016 بسبب الاعتداء على السمارة السعودية وقصياته في مشهد طهران أدركت ولو تلاحظ في الحملة الانتخابية الأخيرة كان الحديث دائما عن المملكة العربية السعودية وعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية طهران أدركت أن الرياض حجمت مشروعها في المنطقة أسقطت مشروعها في اليمن أنه طهران أنفقت على مشروعها 300 مليار دولار ولم تستبد منه شيء وأدركت قراءتها للتاريخ أن الرياض أسقطت مشاريع أخرى سابقة سواء حلف بغداد مشروع اليسار العربي مشروع الأخوان المسلمين في المنطقة فبالتالي دوائر صنع القرار الضيقة في طهران هي التي ذهبت إلى إجراء حوار مع الرياض خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام الجمعية العامة 76 قال إيران جارة ونحن نتكع على ثلاثية في التعامل مع طهران الاحترام السيادة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأمر الثالث إيقاف دعم المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية التي تزعزع المنطقة فبالتالي لا يوجد تراض هي تسير في نفس المسار الأمر الآخر الرياض من 2019 طرحت وثيقة الأمن القوم العربي وهي معنية مع القاهرة في صيارة الأمن القوم العربي الذي يمس مباشرة بالأمن الوطني السعودي والأمن القوم الخليجي وزير العالم اللبناني الذي سبب التصريحات وكل هذه الضجة وكل هذا الخلاف الدبلوماسي الذي ربما فتح الكثير من الملفات فيما يتعلق بالعلاقة مع الخليج ولبنان يقول بأنه لا أحد يفرض علينا سياستنا أو أجندتنا ما الذي تحاول الرياض وبقية دول الخليج فعله هنا هل تحاول إقالة الوزير الحكومة؟ أم ماذا؟ وقالها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية لا يعنينا ما يحدث في الداخل اللبناني ولا تغير الحكومات يعنينا أن لا تكون لبنان منطلق للمساس بالأمن الوطني السعودي أن يعنينا الحفاظ على الأمن القومي العربي لا يعنينا ما هي شكل الحكومة لا يعنينا أن لا يتي أضراء مباشرة لنا سواء مقدرات سواء أعمال تجسس سواء أعمال إرهابية سواء تمويل ودعم مليشة الحوث وليس المعنيين وقالها الأمير فيصل بن فرحان المشكلة في لبنان وليست المشكلة مع لبنان وأعتقد أن العرب يراهنون على الشعب اللبناني وقدرته هذا الشعب بإرثه العريق الذي استطاع أخراج المحتل الفرنسي في 43 وأخراج المحتل الإسرائيلي في 2000 وأخراج الجيش السوري في 2005 قادر بإرادته الحرة قادر على اقتلاع النفوذ الإيراني في لبنان وبالتالي تحجيم نفوذ حزب الله في المشهد اللبناني الكتب المحلل السياسي منيف عماش الحربي شكرا جزيرا لك موسيقى موسيقى في سعودية وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقد مشروع تطوير طائرات بدون طيار تحمل اسم حارس الأجواء مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية تطوير طائرات الدرونز السعودية جاءت بهدف بناء قاعدة تقنية عبر صناعة وتطوير منظومات الطائرات بدون طيار بالتعاون مع مركز الأمير سلطان للبحاث الدراسات الدفاعية ما يسهم في تحقيق مستهتفات رؤية 20-30 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري معنا من الرياض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبو خالد مهندس وليد أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة حدثنا عن حارس الأجواء هل نتحدث عن صناعة حقيقية أم نتحدث عن طائرات تجميع مهندس وليد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للإستضافة وشكرا فعلا للعربية أنتم دائما مواكبين للأحداث التي تهم الوطن لا نتكلم عن فقط تصنيع طائرة بالعكس نحن نتكلم عن تصميم كامل في المملكة العربية السعودية بكوادر وطنية نتكلم عن تصنيع كامل نتكلم عن تطوير كامل وإستخدام كله يكون بالمملكة العربية السعودية فهذا قد يكون من نظام متكامل صمم وسينفذ ويصنع في المملكة العربية السعودية في كوادر وطنية بإذن الله جميل كيف سيعزز هذا المشروع مكانة المملكة العسكري؟ نعرف بأن هناك استخدامات متزايدة للطائرات بدون طيار في دول مجاورة ودول إقليمية لها حضور على هذا الصعيد كيف سيعزز هذا المشروع مكانة المملكة في هذا المجال؟ أول شيء طبعا بإذن الله حارس الأجواء التي طائرة بدون طيار ستكون جزء لا يتجزء من أنظمة الدفاع في المملكة العربية السعودية طبعا جميع يعلم أهمية تقنية الطائرة بدون طيار والحروب برضو الحالية والمستقبلية ستكون عليها اعتماد كلي في استخدام الدرونز للمراقبة الأجواء للمعلومات الاستخباراتية واستخدمها في أي حرب وحالات السلم فبرضو الدرونز تستخدم في قطاعات أخرى كثيرة مهمة مثل مراقبة أنابيب البترول مثل إذا كان سبحان الله في حرائق أو أي شيء فبكون أولا منظومة حارس الأجواء ستكون جزء لا يتجزء من الأنظمة الكاملة لقوات المسلحة والقوات الأمنية في المملكة العربية السعودية طيب حديثنا أكثر عن حارس الأجواء برأيك ما التقنيات اللازمة توفرها في هذه الطائرة من أجل تحقيق الأهداف التي يريد صناع القرار في المملكة لهذه الطائرة أن تحققها طبعا أول شيء سيدي سمو ولي العهد نائب وزير المجلس الوذراء ووزير الدفاع مهندس رؤية 2030 أكد على توطين الصناعات العسكرية وإذن الله حط هدف أن نوطن 50% من الصناعات العسكرية في 2030 الطائرة التي ترونها خلفي مثل ما ذكرتكم مصممة 100% مملكة ستصنع 100% في المملكة العربية السعودية هذه ستكون جزء لن يتجزأ من أنظمة الدفاع في المملكة العربية السعودية فهذا سيفتح المجال لتقنيات أخرى كثيرة أن نعمل تعمل بها المملكة العربية السعودية لندعم تحقيق الرؤيات 2030 بإذن الله نوطن أكثر من 50% في 2030 جميل متى سنرى تشير إلى النسخة المتواجدة خلفك الآن كنموذج ولكن متى سنرى الانتاج الحقيقي بعد التطوير والتجهيز؟ نحن دائما نتحدث عن الهدف المرتقب في 2030 قبل هذا التاريخ ماذا يمكن أن نرى من حارس الأجواء؟ طبعا الحمد لله الشركة السعودية لصناعات العسكرية تبني منظومة متكاملة طبعا الحمد لله في طائرة حارس الأجواء مركز الأمير السلطان للأبحاث والدراسات الدفاعية سمموا الطائرة الآن الشركة السعودية لصناعات العسكرية ستصنع الطائرة استحوذنا على بعض المصانع التي تصنع الكربون فايبر وبإذن الله في مرحلة بناء قدرات متقدمة جدا في بناء هياكل طائرات من المعدن فبإذن الله نحن نتكلم بأقل من سنتين ستجد الطائرة مصنعة كاملة في المملكة العربية السعودية الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعات العسكرية المهندس وليد بو خالد وحديث عن حارس الأجواء شكرا مهندس وليد أيضا الرابعة ولكن بعد قليل الرامكو تحقق ارتفاعا في الأرباح بأكثر 150% على أساس سنوي العاهل السعودي يشكر هاتفيا ملك البحرين وابير الكويت على الإجراءات التضامنية مع السعودية وزير الخارجية السعودية قول للعربية إن الأزمة في لبنان ناتجة عن الهيمنة الإيرانية توقيع عقد جديد لتطوير طائرة دون طيار بين هيئة وشركة صناعات العسكرية في السعودية الميزانية السعودية تسجل فائضا بنحو سبعة مليارات ريال في ربع ثالث لأول مرة منذ 2019 ومنطقة البوليفارد تبدأ غدا استقبال زوار موسم الرياض بمساحة تعادل ثلاثة أضعاف الموسم الأول أهلا بكم مجددا أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 57 استهدافا لأليات وعناصر الميليشيات الحوثية في مأرب خلال آخر 72 ساعة وضافت تحالف أن الاستهدافات كانت في جبهتي الجوبة والكسارة ونتج عنها تدمير 24 آلية عسكرية للميليشيات إضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 218 عنصرا من الحوثيين حققت شركة أرامك السعودية قفزة في أرباح الربع الثالث بنسبة 158% لتصل إلى 114 مليار ريال وتجاوزت الأرباح متوسط توقعات المحلين البالغ 105 مليارات ريال أما فيما يتعلق بالإرادات الفصلية فقد سجلت نمواً بـ 79% إلى 359 مليار ريال إنعكاساً لتجاوب الشركة لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية وانتعاش الطلب على الطاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيضاً قال زيادة المرشد النائب الأعلى للرئيس للمالية بالوكالة في أرامكو إن الشركة ستصل للطاقة القصوى المصدامة عند 13 مليون برميل يومياً في 2027 كما توقع أن يستمر تعافي الطلب على النفط فيما تبقى من العام بالإضافة إلى العام المقبل طبعاً نحن في أرامكو السعودية كوننا أكبر مصدر للطاقة في العالم بدأنا في العام الماضي على زيادة الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم وذلك حسب توجيه الحكومة ولكن نظراً لطبيعة الاستثمارات في القطاع والتي تتطلب من 5 إلى 7 سنوات فالوصول إلى الطاقة الانتاجية القصوى المستدامة بمستوى 13 مليون برميل يومياً سيكون في عام 2027 معنا عبر السكايب من باريس الخبير الاقتصادي دكتور يوسف الشامري أهلاً بك دكتور يوسف كيف تقود أرامكو التعافي الاقتصادي على مستوى العالم من خلال هذه الأرقام؟ أهلاً وسهلاً أستاذ محمد وسعيد في الحديث مع العربية مجدداً هو الحقيقة الأرقام جداً مبهرة طبعاً تعكس العديد من الأمكانيات التي حققها الاقتصاد العالمي خلال منذ عام 2020 حتى العام 2021 وانعكس هذا بشكل كبير على الطلب على النفط يعني السنة الماضية كان عندنا انخفاض حاد في الطلب على النفط أيضاً انخفاض في الأسعار فالسنة هذه لحسب ما شهت من أرقام الشركة بس النت انكم واللي هو الصافي الأرباح تجاول هو عند حوالي 30 مليار دولار فهذه التعكس في الأخير اللي هي المملكة العربية أو الشركة أرامك السعودية توجهت نحو تحقيق أو تلبية الطلب في العديد من العملاء خصوصاً عملائها في آسيا عملائها في أوروبا وأيضاً في أمريكا الشمالية فأعتقد أن الأرقام جداً ممتازة وهذا في الأخير هينعكس في الأخير على الأداء عمليات الشركة واستثماراتها في مشاريعها في الأوبستريم اللي هو المشاريع المصب أو الحقول وأيضاً في مشاريع الداونستريم ومشاريع الطاقة المتجددة التي تخطط لها الشركة في العوام القادمة عمل جداً مهم أيضاً هو التوسيع الانتاجية للشركة من 12 مليون حالياً برميل إلى 13 مليون برميل في حلول العام 2027 وهذا سيكون جداً جداً عامل مهم في مواجهة الطلب على النفط في الخلال العشرة إلى 20 سنة قادمة لأنه متوقع أنه يصل الطلب على النفط من 100 مليون برميل إلى 108 مليون برميل فأعتقد شركة عامكس سوليا سيكون لها جزء كبير من مواجهة الزيادة في الطلب على النفط في العشرين سنة قادمة طيب أنا قبل ما أسألك السؤال الثاني دكتور يوسف شايف عندكم مطر في باريس تقدر تكمل المقابلة أو تتحمل المطر أو شلون لا لا هو عندنا مظلة طيب سؤال لهم لماذا الانتظار حتى 27 للوصول إلى 13 مليون برميل وأنت تعرف بأن رامكو دائماً والسعودية بشكل عام عندها إمكانيات أنها ترفع الإنتاج بشكل كبير وقت ما تريد لا هي المسألة لما نستثمر في زيادة السعر الإنتاجية ما ستكون في نفس الإمكانيات الحالية إمكانيات الحالية الطاقة القصوى للشركة هي 12 مليون برميل حسب الحقول المتوفرة حالياً لكن لما نزيد السعر الإنتاجية نحتاج أن نستثمر في حقول جديدة تطوير حقول أيضاً تطوير بعض الحقول وصلت مرحلة المتشوريتي وأيضاً قد يكون هناك أيضاً نوع من الاستكشاف الجديد للحقول الجديدة فبالتالي نحتاج فهتكون حسب ما ذكر رئيس التنفيذ للشركة على مراحل المراحل الأولى يمكن تكون خلال ثلاث سنوات والمراحل القادمة إلى حد وصول العام 2027 فما هي بالسهول أن نزيد الانتاج مليون برميل لأن حالياً الطاقة الانتاجية القصوى لدى الشركة 12 مليون برميل ويسيكون هناك استثمارات في حقول جديدة تزيد السعر الإنتاجية بمليون برميل طيب لا يمكن تجاهل الأخبار العاجلة التي تقول بأن هناك فائض في الميزانية في حالياً دعنا نتابع فقط الخبر حيث سجلت الميزانية السعودية أول فائض فصلي منذ الربع الأول منذ عام 2019 حيث سجلت الميزانية فائضاً بستة فاصلة سبعة مليار ريال في الربع الثالث وسجلت الميزانية السعودية إرادات بمائتين وثلاثة واربعين مليار ريال في الربع الثالث مقابل مصروفات مائتين وسبعة وثلاثين مليار ريال طبعاً هذا أدى إلى تقلص عجز الموازنة منذ بداية العام إلى خمسة فاصلة أربعة مليارات فقط خلال العام دكتور يوسف لا يمكن الفصل ما بين أرباع حرامكم وهذا التقدم المتعلق بزيادة الانتاج في النفط وهذا التأثير الإيجابي على الميزانية هل أرامكو فقط وإنتاج أرامكو هو مأثر إيجاباً على الميزانية ولا هناك عوامل أخرى ساهمت في تخفيض العجز وزيادة الفائض في الميزانية هو بشكل طبيعي نحن في المملكة العربية السعودية لا زال النفط يلعب دور مهم جداً في الموازنة العامة للدولة لكن كانت هناك خلال الخمس سنوات ماضية تحسنات جداً كبيرة في القطاع الغير النفطي مثلاً مشاريع السياحة مشاريع الترفيه مشاريع أيضاً هي تقليل التقليص أو زيادة الكفاءة الأنفاق الحكومي زادت نسبة الموازنة القطاع الغير النفطي زاد بحوالي 30% فصرنا أقل نوعاً ما أو أنه أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط لكن لا زال طبعاً تحسنات الأسعار بشكل جداً كبير تدعم هذه الميزانية العامة للدولة التي شهدناها حالياً في الأوقات لكن أتوقع في السنوات القادمة سيكون القطاع الغير النفطي وهذا الهدف من وقت 20-30 الذي هو زيادة الناتج الغير النفطي في مجمع الناتج المحلي فأعتقد سيكون له عائد جداً أكبر وسيقلص نوعاً ما العرضة الاقتصاد الوطني لتقلبات أسعار النفط لكن طبعاً حالياً أسعار النفط جداً ممتازة مقاونة في الوضاع الاقتصادية لكن نجم تقول أنها تقلل الميزانية العامة لتقلبات الأسعار دكتور يوسف الشمري شكراً جزيلاً لك حققت مدينة الرياض تقدماً للبركز الثالث ضمن أذكى عواصم ودول مجموعة العشرين والثلاثين عالمياً وذلك وفقاً لمؤشر آي ام دي للمدن الذكية لعام 2021 والذي أظهر تقدم السعودية بثلاثة وعشرين مركزاً عن العام الماضي المؤشر العالمي صادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية أدرج أيضاً المدينة المنورة في المرتبة الثانية بعد الرياض للتحل في المرتبة الرابعة عربياً والمركز الثالث والسبعين عالمياً معنا من الرياض عبر سكايب الرئيس التنفيذي لتمكين المدن الذكية في سدايا الدكتور هدام التوجري أهلا بك دكتور هدام كيف وصلنا إلى هذا المركز المتقدم فيما يتعلق بالمدن الذكية وليس الرياض فقط حتى المدينة المنورة أيضاً أحياكم الله وشكراً جزيلاً على التضافة في البداية أود صراحة أن أرفع اسماعيات التهاني والتبركات إلى مقام قادم الحربين الشريفين وسموه للأهد الكريم على التقدم الملحوظ لتشهد جميع القطاعات وفيها قطاع المدن الذكية طبعاً إجابة في سؤالك وصلنا إلى المركز المتقدم في ظل القيادة الحكيمة والروية الطموحة لتحقيق مستدفات روية 2030 كما نعلم اليوم في كثير من المبادرات تحت مضلة روية 2030 التي تسهدف إلى رفع جودة الحياة وتحسين الجوانب في مدن المملكة المختلفة سواء كان ذلك عن طريق تفعيل البنية التحتية سواء تقنية أو إنشائية تسهيل الإجراءات الحكومية تحسين مستوى الصحة التعليم البيئة وخير دليل على ذلك المبادراتين التي أطلقها سمو ولي العاية حفظ الله فيما يتعلق بسعودية الخضراء والشرق الوصد الأخضر كل هذه المبادرات بالتأكيد تساهم في تقدم مدن المملكة وبإذن الله تعالى نرى تقدم أكثر في السنوات القادمة جميل ماذا يعني أن تكون مدينة ذكية كيف سينعكس ذلك على حياة الناس في هذه المدن؟ بالتأكيد مفهوم المدن الذكية ومفهوم صراحة شامل لشتى مراحل حياة المواطنة في المدينة منذ أن يصح من النوم إلى مرورا بعمله وانتهاءا بتأدية أمور خاصة في شؤونه سواء كانت ذلك لعلاقة بالتعليم الترفيه الصحة المواصلات قلة الزحمة بيئة أفضل كل هذه بالتأكيد هي تندرش تحفظهم المدن الذكية اللي نسعي لها تحسين وجعلها أفضل وأريح مما يحقق إن شاء الله جودة حياة أهلا رياض المدينة المنورة ماذا عن بقية المدن السعودية دكتور غضان؟ بإذن الله تعالى نطبع إلى أن نرى مرزيد من المدن المملكة العربية السعودية أنها تدخل في مواشرة لا يمدي ونبدأ نقيسها ونشاهد إن شاء الله القفزات النوعية مشابهة لما حدث وإن شاء الله نعتقد أن هناك مكانية كبيرة لمدن مختلفة سواء كانت منطقة مدينة مكة المكرمة عسير أو غير ذلك من المدن الرئيس التنفيذي لتمكن المدن الذكية في سدايا دكتور هودام التواجري شكرا جزيلا لك قال المتحدث نسمي لوزارة الصحة السعودية دكتور محمد العبدالعالي إن جائحة كورونا مستمرة حول العالم وسط ارتفاعات ملحوظة في عدد الحالات دوليا العبدالعالي أشار إلى أن استكمال التحصين من أهم العوامل التي تحمي المجتمع من المتحورات وتساهم في انخفاض منحة الإصابة داخل السعودية العوامل الرئيسية يسيرة جدا من لم يأخذ اللقاح حتى الآن عليه أن يبادر ويأخذ خطوته ويحصل على اللقاح لأنه في حماية لنفسه قبل أي شيء آخر ودعم لمناعة المجتمع الأمر الآخر من أخذ الجرعة ولم يأخذ الجرعة الثانية مهم أن يستكمل تحصينه لأننا نمر بمرحلة هامة جدا حول العالم كله في قضية التحورات فبالتالي الجرعة لا تكفي ولابد من استكمال التحصين بجرعتين الأمر الآخر من تجاوز منذ أخذ جرعته الثانية ستة أشهر تعزيز هذه المناعة التي لديه بالجرعة التنشيطية أمر هام أيضا كشف المتحدث الأمني لوزارة داخلية سعودية العقيد طلال شلهوب عن رصد حوالي سبعمائة واربعين مخالفة في المناطق كافة خلال أسبوع نؤكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم والرفع عما يلزم من الإجرات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق ننوه بأنه خلال أسبوع الماضي تم ضبط عدد 742 مخالفة للإجرات الاحترازية والتدابي الوقائية من فايروس كورونا تم التعامل مع جميع المخالفات المضبوطة واتخاذ إجرات النظامية بحق مرتكبيها ندعو الجميع إلى التقييد وجهات الاحترازية والتدابي الوقائية والإبلاغ عن مخالفيها أيضا في الرابعة ولكن بعد قليل منطقة البوليفار تبدأ غدا استقبال زوار موسم الرياض بمساحة تعادل ثلاثة أضعاف الموسم الأول ومن أبرز أخبار رياضة في هذه النشرة بعد قليل بوينوس آيرس تحتفل بعيد ميلاد الراحل مارادونا بمباراة تكريمية في معقل بوكا جينيورس أهلا بكم مجددا إلى الرابعة تبدأ منطقة البوليفارد إحدى مناطق موسم الرياض استقبال زوارها غدا وذلك وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للترفيه الهيئة أوضحت أن منطقة البوليفارد ستشهد خلال حفل الافتتاح العديد من الفعاليات هذا تضم المنطقة التي تمت توسعتها بمساحة ثلاث مرات أكبر من النسخة الأولى عددا كبيرا من المطاعم العالمية بالإضافة إلى تسعة مناطق أخرى مدى برنامج الفارسات السعوديات من الصفر إلى العالمية وذلك بهدف تحقيق مراكز متقدمة في كأس العالم 2025 التفاصيل مع حسين بن مسعد بمبادرة فردية دشن الحكم السعودي للفروسية الدكتور حاتم محجوب برنامج صناعة الفارسات السعوديات من الصفر للعالمية والذي بدأ باستقبال الفارسات للانخراط في برنامج يهدف لتحقيق مراكز متقدمة في سباقات الخيل العالمية للتحمل نحن في سباقات القدرة والتحمل برنامجنا متخصص فقط للقدرة والتحمل وهذا البرنامج حق القدرة والتحمل سننقل الفارسات إذا وافقت الشروط فيه شروط ليس أي فارسة ستقدم ليس مدرسة فروسية فقط عدد 16 فارسة سنجهزهم من شروطها المهمة إنه وجهي ما تخاف من حيوانات وزنها ملائم لياقتها جاهزة شجاعتها ونبدأ معها البرنامج هذه حتوفر لي فترة كبيرة برنامج تأهيل الفارسات يشرف عليه مدربون وخبراء سعوديون سبق لهم المشاركة في عدة محافلة دولية المرة السعودية قادرة على أنها توصل لمواصيل عالمية طبعا الآن اليوم عندنا إحنا أكاديمية متخصصة في القدرة والتحمل تدعم المرأة من الصفر للفارسة وللخير فكل التوفيق والله لهم وللأكاديمية وأتمنى أنه مو بس أكاديمية تكون قدرة وتحمل أكاديميات كثيرة تكون موجودة متخصصة في مجال الفروسية هذه صراحة نشوفها فرصة لأنهم قاعدين يدعمون الفارسات أنهم يدخلون هذا المجال وخصوصا أنا بالنسبة لي أشوفها مجال جديد وهو قوى التحمل غالبا الفارسات التجهون للقفز القفز الحواجز والبطولات هذه وعلى الرغم من الإقبال الكبير على البرنامج إلا أنه سيتيح الفرصة لست عشرة فارسة شريطة تجاوز شروطه كالوزن والتحمل والتفرغ التامي طوال فترة البرنامج من الرياض حسين بمسعد العربية الآن مع حوال طقس وفارستنا بنان أهلا بكم مشاهدين حالة الطقس الخاصة باليوم الأحد نبدأها من السعودية حيث تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جزان تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات المنطقة الغربية وتكون درجات الحرارة في العاصمة الرياض في أوائل الثلاثينات مئوية تنخفض ليلا إلى أوائل العشرانات درجة مئوية نصب الرطوبة تصل إلى العشرين في المئة وحركة رياح نشطة وإلى السوداء الأجواء غائمة بعض الشيء درجات الحرارة دون المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات مسجلة سبع درجات مئوية ونصب رطوبة تزيد عن الخمسين في المئة وحركة الرياح هناك تكون متوسطة أما في العلاء التقص غائم كليا درجات الحرارة في أوائل المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى أوائل المستويات العشرينية نصب رطوبة دون العشرين في المئة وحركة الرياح تكون نشطة ومن الإمارات من دبي تحديدا لجواء صافية درجات الحرارة في أوائل المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى أوائل المستويات العشرينية نصب رطوبة تزيد عن الأربعين في المئة وحركة الرياح متوسطة تنشط أحيانا وإلى الكويت التقص غائم ودرجات الحرارة في أوائل المستويات الثلاثينية نهارا تنخفض ليلا إلى العشرينات درجة مئوية مع نسب رطوبة تقترب من الخمسين في المائة وحركة رياح من خفيفة إلى متوسطة وإلى المدن الأوروبية تحديدا من نيوكاسل الأجواء غائمة مع هطول زخات من المطر درجات الحرارة دون المستويات العشرينية تنخفض أكثر ليلا مسجل إلى خمس درجات مئوية نسب رطوبة مرتفعة تزيد عن 90% وهناك نشاط ملحوظ على حركة رياح مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية حوال التقص إلى اللقاء المواسم عند العرب بواجه عام موسمات الصيف والشتاء قديما يتجه أهل التجارة في الصيف شمالا إلى بلاد الشام وفي موسم الشتاء يتجهون جنوبا نحو اليمن هذا هو موضوع تقويم اليوم مع خالد أزعاك المواسم عند العرب بواجه عام موسمين صيف وشتاء فأهل التجارة مع دخول موسم الصيف يتجهون إلى الشام ويبلغون بلاد بصرة ومع دخول موسم الشتاء يتجهون إلى اليمن ويبلغون بلاد حمير قال تعالى رحلة شتاء والصيف وأهل البادية مع بداية البوادر الشتوية كحال أيامنا هذه يبدأ التنقل الفعلي للبحث عن الكلاء وبعد ستة شهور منها اليوم يتمعون حول موارد المياه ألس ترى مد الفرات كأنه جبال شردى جئن في البحر عوما ورق نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة لعما وأهل الزراع يتركون منازلهم التي تسمى بل مسكنة ويتجهون إلى مزارعهم والتي تسمى بل مقيض هربا من لفح الهواء الساخن الذي يسمى بريح السموم وهاجرة تشول وجوها كأنها إذا لفحت خدي نارة وهجي وأهل البحر مع دخول موسم الصيف يدخلون إلى عمق البحر للبحث عن مغارات اللؤلو ويمكثون بالبحر أربعة شهور وحينئذ يرجعون بما يسمى بموسم القفال وأهل الهواء والأحبة يكرهون دخول الشتاء ليش؟ لأنه يفرقهم عن بعض أشرح على الليلامني يوم غني ومنقال لا ترفع الصوت بل حيل أنا غدت لشوفة اسهيل جني شوفة تويب عيابعة شوفة اسهيل وكذا وصلنا إذا ختاب الرابع تبقى تذكير بالعنوة العاهل السعودي يشكر هاتفيا ملك البحرين وأمير الكويت على الإجراءات التضامنية مع السعودية ووزير الخارجية السعودية يقول للعربية بأن الأزمة في لبنان ناتجة عن الهيمنة الإيرانية توقيع عقد جديد لتطوير طائرات دون طيار بين الهيئة والشركة الصناعية العسكرية في السعودية والميزانية السعودية تسجل فائضا بنحو سبعة مليارات ريال في الربع الثالث لأول مرة منذ 2019 ومنطقة البوليفار تبدأ غدا استقبال زوار موسم الرياض بمساحة تعادل ثلاثة أضعاف الموسم الأول نهاية الرابعة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر